اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة في بعض المنجزات لعلمائنا وأسردتنا وأخواننا اللي باحثين قدماء أو محدثين ولكننا نعجز أحيانا عن توظيف الأدوات التي من خلالها فهموا أشياءهم نعجز عن توظيفها لكي نفهم نحن عندنا المعرفة بإزاء جنبتين مرة نعرف الشيء ومرة نحتاج أن نجعل الشيء أداة للمعرفة يعني ليس المهم أن فقط نكثفي بمعرفة الشيء وإنما كيف نجعل الشيء سبباً للمعرفة الآن نحن بصدد شيء أمامنا ألا وهو منجز سعيد النورسي هذا المنجز الحالة الأولى مطالبون بمعرفته ولكن هذه الحالة أي مطالبتنا أو مطالبتنا نعم مطالبتنا أنفسنا أن نعرفه ليست الغاية وإنما يجب أن تكون هذه وسيلة وليست غاية وإنما الغاية أن نجعل هذا المنجز وسيلة لكي نعرف به يعني نوظفه نجعله أداة للمعرفة وهذا ما يتولى هذا البحث قراءته ويتولى مقاربته كيف نجعل من مصطلح العمل الإيجابي كيف نجعل من مصطلح العمل الإيجابي وسيلة أو أداة معرفية نضبط بها حراكنا المجتمعي نضبط بها حراكنا الاجتماعي المعاصر نضبط بها مشكلاتنا المعرفية والدينية المعاصرة والثقافية المعاصرة هذا المصطلح لو فهمنا حق فهمه ونظرنا له حق تنظيره ووضعنا له حدوده الضابطة لاستطعنا أن نجعله أداة من خلالها نفهم كيف نعالج مشكلاتنا وإلا ما معنى وما مغزى أن نفهم رسائل النور ولا نفهم كيف نوظف رسائل النور في حياتنا المجتمعية سعيد النورسي فهم القرآن ووظف القرآن لمعالجة مشكلات مجتمعية وقد نجح أيما نجاح خاصة في مشكلات أنتم أخواننا الأتراك تعرفونها جيدا تلك المشكلات المجتمعية والسياسية والثقافية التي عاشها النورسي في عصره كيف استطاع النورسي أن يوظف بعد معرفته القرآن حق معرفته أن يوظف القرآن وفهم القرآن لمعالجة مشكلات مجتمعية وقد نجح فيها وما أشبه اليوم بالبارحة يبدو أننا عندنا مشكلات جديدة بحاجة إلى نورسي جديد لكي نعالج هذه المشكلات معالجة نورسية النورسي ما موجود لكن منجزه موجود ومن خلال هذا المنجز يفترض أن نفهم كيف نعالج هذه المشكلات هذا خلاصة ما أرد البحث أن يطرحها الخلاصة الأولى للبحث التي أردت أن أطرحها أمام حضراتكم بإجراء بسيط في خلال عشر دقائق متبقية البحث بعنوانه الذي وسمته العمل الإيجابي في رسائل النور لسعيد النورسي دلالية ومعالجة معرفية في البعدين النظري والإجراء للمصطلح قسمته إلى محورين المحور الأول تناولت فيه مفهوم العمل الإيجابي ومقوماته أولا حتى أوظف مصطلح العمل الإيجابي يجب أن أفهم يجب أن أحدد منطلقاته وصوله المعرفية يجب أن أضع له ضابطا من أين أجي بهذا الضابط؟ رجعنا إلى حتى نحقق هذه الضابطة رجعنا للمعجم العربي لأن النورسي كان معنيا بالقراءة المعجمية بسيب اهتمامه بالدرس القرآني ورجعنا إلى القرآن نفسه باعتباره ضابطة ثانية ورجعنا إلى رسائل النور باعتبارها ضابطة ثالثة فصار عندنا ثلاث ضوابط ثلاث محددات ثلاث منطلقات ثلاث أرضيات نفهم من خلالها المصطلح المعجم القرآن ورسائل النور وعلى الأساس عرفنا العمل الإيجابي بعد تعريفه انتهينا إلى أن نسأل أنفسنا ما مقوماته لأننا لاحقا نريد أن نطبقه لاحقا نريد أن نفيد منه فلا بدنا أن نعرفه ابتداء ونضع مقوماته ثم نوظفه في معالجة مشكلاتنا أما مقومات العمل الإيجابي فوجدنا أنها تتعدد في المشاركة والحوار ثانيا الصحة والجودة ثالثا الطوعية أو الطواعية رابعا البنائية أو بنيوية العمل خامسا الإرادة الواعية والجهد الشعوري سادسا الدافعية سابعا المهارة والتخصص أو المهنية أو واقعية العمل ومثاليته ثامنا التابعية فكل واحدة من هذه تشكل مقوما من مقومات مفهوم العمل الإيجابي استللناها من مجمل المنجز الذي بين أيدينا المترجم للعربية طبعا منجز النورسي هي المشاركة والحوار الصحة والجودة الطوعية البنائية الإرادة الواعي والجهد الشعوري الدافعية المهارة والتخصص واقعية العمل ومثاليته والتابعية في المحور الثاني بعد أن حددنا مفهوم العمل الإيجابي ووضعنا ثمان نقاط لمقوماته جئنا للمحور الثاني الذي هو وسمناه هوية العمل الإيجابي ما هويته؟ يعني الأوروبي له عمل إيجابي وعنده رؤية للعمل الإيجابي اليهودي عند رؤية للعمل الإيجابي المسيحي عند رؤية للعمل الإيجابي البوذي عند رؤية للعمل الإيجابي رؤية النور سماهية؟ هي رؤية إسلامية وعلى الأساس يفترض أن يكون العمل الإيجابي بهوية بصبغة أو بهوية إسلامية من أين جاء أو من أين نستل هذه الصبغة أو الهوية الإسلامية من منطلقين اثنين أو من أرضيتين اثنتين الأولى القرآن الكريم والثاني الحضارة الإسلامية فعند النورسي القرآن الكريم من جهة يشكل هوية له يشكل بصمة وصبغة وخصوصية وفردية وأيضا الحضارة الإسلامية بمنجزها الإسلامي بفلاسفتها بمفسريها بمفكريها وهكذا هذه كلها تشكل الجانب الثاني لهوية العمل الإيجابي عند النورسي في ضمن هذا العنوان في ضمن هذا المحور عندنا أيضا قسمنا هذا المحور إلى قضيتين اثنتين وتعددت من القضيتين اثنتين قضايا أخرى أما الأولى فهي قرآنية العمل الإيجابي فالعمل الإيجابي مستل من القرآن والقرآنية هذه بشكل هوية للعمل الإيجابي عند النورسي اثنين حضارية العمل الإيجابي والحضارة الإسلامية أيضا الشكل هوية للعمل الإيجابي القرآنية والحضارية هذه تتمثل بالآتي واحد الكرامة الإنسانية يعني هوية العمل الإيجابي عند النورسي تستلزم واحد أن يكون أو أن يحقق العمل الإيجابي كرامة الإنسانية لا يتعرض مع الكرامة الإنسانية ثانيا العمل الإيجابي خيري هوية العمل الإيجابي أن يكون خيريا أن يكون غايته الخير غايته إحقاق الحق وإشاعة الخير وليس العكس هذه هوية ثاني أو مقوم ثاني أو عنصر ثاني يشكل هوية العمل الإيجابي عند النورسي ثلاثة معنوية العمل كثير ميلح النورسي على أن يكون العمل معنويا لا ينسى العامل أن هناك جنبة معنوية غير مرئية جنبة ميتافيزية هذه الجنبة تتعلق بمصطلحات القرآن هي الأجر الآخروي يفترض أن لا ننسى أن دوما في كل عمل هناك جنبة الأجر الآخروي ولكن هذا الأجر يفترض أن لا يركز عليه باعتباره هو الغاية والنهاية وإنما هو جنبة ثانية للعمل ثلاثة أو أربعة الوحدة والتنوع العمل الإيجابي عند النورسي عمل يلتزم قاعدة الوحدة والتنوع فهو لا يؤمن بالأحادية وفي نفس الوقت لا يؤمن بالتعددية غير المنطلقة من الواحدية فهي تعددية تنتمي إلى واحدية وهي واحدية تتشضى أو تتوزع لنقول تتشضى تتوزع وتتعدد وتتنوع أفرادا وجماعات الحرية الشرعية وهذه هي رابعة وخامسة يؤمن النورسي بأن العمل الإيجابي يفترض أن يكون حرا وأن العمل يفترض أن يكون حرا ويفترض أن يكون استشعار هناك استشعار للحرية ولكن لا يكون حرية وإنما الحرية التي يضبطها الشرع وتضبطها الشريعة بحيث لا تصير استلابا وفي نفس الوقت لا تصير فوضى فهي ما بين البينين ما بين العبودية المطلقة وبين الفوضوية المطلقة في خلالي دكتور تبقى لي شيئا أنهي الحديث دقيقتان دقيقتان فقط أردت أن أعرف وأنهي الحديث أعرف العمل الإيجابي وأقرأ لكم بعض النصوص مقتطفات مما ورد في منجز النورسي خلصت إلى أن الإيجابية هي مرتبة عالية من المشاركة الاجتماعية والفاعلية العقلانية والتواصل العاطفي والإنسجام النفسي فالإيجابية في العمل دليل نتوصل به إلى معرفة جودة العمل وعليه فإن امتلاك العمل صفة الإيجابية يعني امتلاكنا نحن أخص مراقبي العمل وطالبي معرفته دليلا ناجعا على أن العمل نتيجة معقولة لتمام عقلي ومجاهدة النفسية وسوية عاطفية مما ورد من نصوص في منجز النورسي مثلا في تحت عنوان المشاركة والحوار ورد عنده النص الآتي نصا الآن من كليات النور المجلد السابع الملاحق صفحة 70 و 71 يقول في مثل هذه الأوقات العصيبة وأمام هذه الأحداث الجسام فإن أعظم قوة لدينا بعد قوة الإخلاص هي قوة الاشتراك في الأعمال الأخروية إذ يكتب كل منكم في دفتر أعمال أخوته حسنات كثيرة مثل ما يرسل بلسانه الإمداد والعون إلى قلعة التقوى وخنادقها قضية ثانية وأنتهي فقط نص ثانية وأنتهي على سبيل المثال فيما يتعلق بعنصر الصحة والجود أو الطوعية مثلا يقول في هذه الطوعية في العمل الطوعي لذة تفوق كل شيء حتى أنها تفوق مرارة الجوع وترجح على ألم الموت شكرا جزيلا واعتذاري للإطالة شكرا دكتور عباس أمير